أخد رأيك لين الرجاء؟ هل الرجاء كان عنده فكرة الضغط من البداية على النادي الآيلي عشان يعني لو جاب هدف أول ولا هو عارف النادي الآيلي محدش بيهاجمه كتير خصوصا في السادة القنارة وبالتالي كان عايز يفاجه بالهجوم من البداية لا هو بصراحة اللي أنا شفته في أول ربع ساعة إن مدرب الرجاء واللعيبة عايزة تخطف جوم في الأول وده كان واضح في أول عشر دقايق يعني الفاول ثم بعد كده الكرة اللي هي تحطت الفراد والشناوي طلعه حاله هو ممكن أنت بتقول إن الشناوي الشوت الأولاني أنا بقولك فيه تلاتة نجوم الفرق أنا احترطي قدي نجمع الكرة المين الشناوي مطلع كرتين محمد عبنهم أحسن لعيب في الملعب النهاردة نهاردة هاي يعني إحنا كنا بنقطع فيه الفترة للفاترة وبننتقده على تصرفاته بس لرفازة لا ماشي معا مش في الكرة إحنا على الحاجات اللي هي الطرد بتاع بيرام والحاجات اللي هي السهلة فإحنا لازم نديله حقه نهاردة أنا يعني هي كانت بين الشناوي حسن الشحات زي ما أنت قلت الشوت الأولاني ومحمد عبنهم إنما التسعين دي كلها اللي كان مستوى ثابت هو محمد عبنهم والله مش عشان الجهول كل كرة فيها خطورة هو اللي كان غير محمود متولي يعني أنا دلوقتي مثلا بختلف مع محمد عبداب على محمد عبنهم ومحمود متولي لأن محمد عبنهم النهاردة في أحسن حالاته الفنية لا محمود متولي النهاردة عمل بسطين ربنا سطر من ضمنهم الكرة التانية الانفراض دي يعني الانفراض اللي شاله الشناوي لا يسأل عنه أنت واقف كرة جايلك وشاف الملعب كلها بتحطها غلط إزاي يعني أنت يعني المهم يعني فأنا كنت محتار بيني التلاتة بس محمد عبنهم التسعين دقيقة مركز عينه على الكرة ما بيترقص أي هجمة هتبدأ على النادي الآله هو بيجهدها بسرعة سواء بالضغط سواء أن يقطع سواء أنه يخده ويكمل بها في نص الملعب لأ فالنهاردة حاجة محترمة جدا 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 محمد عبنهم بداية اللقاء أنا لسا أرجع لك بقى أنا أكلمك على الحتة بتاعت أن نجم المباراك وتمحترف شايفه أن محمد عبنهم يعني يوم لما هندد التقييمات أنت رقم واحد بالنسبة لك نجم المباراك بتسعين لما نروح لها فأنا دي حاجة وخلصنا منها تعالى بقى على فرقة الرجاء هي نزلة بيتفاجئ النادي الآلي في وسه جماهيره على ملعبه إن أنا عايز أخطف جول خلي بالك لو خطف الجول هتجيب التاني ليه؟ لأن في الحالة دي لعبة النادي الآلي هتبدأ تلعب وتفرد في الحتة الهجومية أي هجمة مرتدة جول وهم كانوا تشتل أولاني كده يعني حتى الكرة اللي بقولك اللي اتقطعت بتاعت محمود بن تولي دي تشوفوا يتحركوا إزاي وتحطت إزاي وراحت إزاي زي الكرة الأخيرة اللي هي احنا قلنا كلها أفساته فجينا أن الراجل مش أفسات اللي هو تشتناه برد بطلعها اللي هي في آخر المباراة صح وقت بالك فهما بيعرفوا يتحركوا في الدمانتاشر كوي